اليوم الهدف تعيد تأهلي إلى المونديال زائل المرور إلى الدورة الثانية لأن اليوم نظل في المونديال كبن تمشي إلى الدورة الثانية في المونديال لكن في كاسية فريقية من كوت ديفوار أنا ليا وقلت لكم في الحصة هذه وقلت الفارد أن أصعب كان وأرقى مستوى راح تكون في الكان كوت ديفوار وشفناها ربما من أحسن لكان اللي شفناهم منذ أنا نتبع لكان كان كوت ديفوار تقنيا بدنيا دهنيا الملاعب القوة البدنية شفناها في هذا الأهداف مهرجا الأهداف تصرفات بعد أن نقطة سوداء تحكيم خلي أكيد نقطة سوداء لا في إفريقيا تحكيم ربما راح يعاني نقول نسختين وثلاثة نسخة خلية جاية تحكيم أيضا ما يكونش في المستوى لكن المستوى تعالى كان أستفع أرتفع على كاس العالم وإن أسهل ملاعب تحكيم جيد الأجواء نجب أن أقول بكل صراحة تلعب تقدر تمر إلى الدورة الثانية لا عندك لعبين ممتازين ناخب ممتاز تقدر تمر إلى الدورة الثانية في الكان تلعبها في أي بلد خاصة في إفريقيا حتى وعندك لعبين ممتازين ناخب ممتاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر